مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية بقناتي اليوم بدي أقدم لكم طبق كتير طيب وصحي وهو صلطة الخضار المشوية طريقة كتير صحية وطيبة ويلا تتابعوا معي المكونات المكونات كتير سهلة عندي بتنجان وكوسة قطعتهم بهالشكل طوالي وعندي كيس من البرسل سبراوتز وخليط من أي نوع بتحبوه من السلطة وبهارات وزيت هلا بدي بلش أطبخ اللي شايفين وردامكن هو هدا بيجي بكيس عادي بس ببهروا بحطوا ملح وبهار وبحطوا بالمايكرويف هيك المكونات بس انتوا عادي فيكن بس تحطوه بصحن وتحطوه بالمايكرويف لمدة خمس دقايق أما بالنسبة للخضار للبتنجان أول شي زيت يدوب جدا كمية صغيرة من الزيت وبهارات في عندي توم بودرة بصل بودرة وبابريكا وملح وبنفس الطريقة كمان رح أعمل للكوسة هاي البابريكا والملح وبهارات التوم بخلطن مع بعض وهيك جاهزة وهلا عندي عشو وايه بدي حط شوية زيت مشان قشويهم فيكن تعملوها لطريقة بالفرن ازا ما أنا موجودة عندكون او فيكن تعملوها عا سخانة السندويش وبس حميت معي كتير منيح رح بلش حط الخضار بهالطريقة شايفين كيف رح حطها متل ما انتلكون يعني ما في داعي أبدا هيتكن متواجدة فيكن تعملوه نفس متل ما عمو يعني نفس التدبيلة او نفس الخلطة وتحطوهم بالفرن عطريقة الشوي او فيكن تشوون عشو بايت السندويش او فيكن تعملوون بالمقلاية عادي ولي بيحبو ما يكون كتير صحي فيكن تقلوها هاي حال مناسب للجميع وهيك رح اقلبون رح اتركو نيستو هون وعندي هدول البرسل سبراوتز بيكانو بالمايكرو ويف طلعتون تقريبا هني مستويين بس بدي اقشويون وهيك منظر الخضار المشوي البتنجان والكوسة استووا عندي وهيك منظرون تشوفوا كيف من الجهتين تقريبا ومستويين تماما وبعد ما شلتون متل ما قد لكم بدي ارجع اقشويون للبرسل سبراوتز قصيتهم بالنص وهني مستويين تماما استنووا بخمس دقايق بالمايكرو ويف بس حبيق شويون حتى ياخدوا اللون وياخدوا نكهة او كمان يتقرمشوا شوي وهيك كافي وهلأ رح شيلن حطهم بالصحون وجهزين حتى نطبق السلطة بنصحكم جربوها السلطة لانه عن جد كتير طيب وهلأ مرحلة التقديم اول شي بدي اعمل الصاص حطيت ليمون دبس رمان وزيت زيتون وملح ونعنع وسماء طبعا حسب الرغبة او حسب الكمية اللي انتو بتحبوها بخلطة منيح وبحطها على جناب رح بلش بتصلطة اول شي رح حط الخس يعني اللي هون فيها جرجير فيه سبع نخ مت نوعان ورح بلش صف الخضار بطريقة بها الطريقة ازا بتحبوه فيكن تقطعو الكوسة والبتنجان بمكعبات كمان بتكون زريفة للتقديم بالعزايم هيك قطية بتكون بس حسب المنظر هيك كمان منظرة حلو متل ما شايفين حطيت واحدة كوسة وواحدة بتنجان وهيك غطو الصينية كلها وهي سلطة بنصحكم تقدموها باردة طيبة باردة اكتر يعني فيكن تحضروها قبل بوقت ووسط غطوها وما تحطوه للصاص الصاص حسب الطلب يعني كل واحد بيحط الصاص على صحنه او فيكن تحطوه قبل ما تنزلوها على الصفرة وكمان رح زينا بالرمان طبعا هون فيكن تستعملوا اي نوع خضراء انت بتحبوه فيكن تحطو براكلي فيكن تحطو ماشرومز بس نفس الطريقة الشوي متل ما شويناهم مع بعض يعني الاختيارات كتيري وهذا هو الصحن اخر شي حطيت جبنة جبنة بيضة او جبنة الفتا وجاهز للتقديم الصاص بتكون جمبو ما بحطون عليها هلأ بتكون جمبو وهذا هو وهيك قدمت لكم السلطة ان شاء الله كنعجبتكن وجربوها واكيد لا تنسوا اللايك واذا عندكن اي استفسار اي سؤال اكتبولي واكيد لا تنسوا الاشتراك اذا ما مش تركين وتابعوني على الانسجرام عم نزلك اليوم تقريبا وصفات سهلة وسريعة ويوميات ودمتم بخير شكرا لكم شكرا لكم شكرا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر